النادي الزمالك كارترون المدير الفني ليه نادي الزمالك عقد جلسة أمس مع لعبي الفريق بعد انتهاء المران قال لهم بشكل واضح احنا رايحين مباراة الوداد بس عشان نكسى ما فيش بديل غير الفوز على الوداد وانا بثق في قدراتكم كلكم اللي هيكتهد هشارك بشكل أساسي كارترون كانت رسالة واضحة لعبي نادي الزمالك رسالة واضحة لعبي نادي الزمالك الفوز والفوز فقط قدام الوداد في رأيي الفوز فقط قدام الوداد هي مباراة صعبة ومباراة ثقيلة نكتلعب مع الوداد في كازابلانكا مباراة كبيرة وصعبة جدا بس أنا هفضل أكرر وأعيد وبكل ثقة مش عشان طالع على التلفزيون المصري او مش عشان أنا مصري بس الأهل والزمالك على مستوى التشكيل هم أقوى فريقين في القرى الأفريقية في الوقت الحالي فأي أخطاء بقى فردية من اللاعبين أو أخطاء من الأجهزة الفنية هنا أو هنا دي مشكلتهم لكن لما بنتكلم على فريقين عندهم أفضل بس بتتكلم في مين بتتكلم في كارتيرون تمام راجل كسب دوري أبطال أفريقيا قبل كده بتتكلم في موسيماني طبعا إنجازات دوري أبطال أفريقيا كتير سواء مع النادي الآله أو مع سان داونز بتتكلم في اتنين مداربين على مستوى القرى الأفريقية هم أكبر اتنين مداربين في اللي موجودين كلهم ده واحد اتنين على مستوى العناصر واللعبين أنت معاك أصلا جزء كبير من قوام منتخب مصر لوصل نهائي كأس الأمم الأفريقية في الأهلي والزمالك حط دي على جم على مستوى المحترفين اللي موجودين في الأهلي والزمالك أنت عندك أفضل محترفين أجانب أو أفارقة موجودين في البطولة الأفريقية والدليل أسعارهم بتتكلم في أغلى محترفين القيمة التصورية للنادي الأهلي والزمالك على مستوى الأندية الأفريقية حاليا هم الأعلى وبالتالي وبالتالي لما الزمالك روح مباراة الوداد لأنا أقوى من الوداد آه الوداد تاريخ واسم كبير في المغرب بس الزمالك على مستوى التشكيل وعلى مستوى الجهاز الفني المفmed أقوى حالة بقى الزمالك دلوقتي حطها على جم هو الزمالك حالته مش أفضل حاجة يحطها على جم نتمنى انه الزمالك يبقى بحالته الطبيعية في امبارات الوداد لو الزمالك بحالته الطبيعية في امبارات الوداد يكسب يكسب ولازم كمان اللي اهم من الزمالك كلعابين المدير الفني اتمنى ان كارتلون يبقى بحالته الطبيعية حالته الطبيعية يكسب برضو طيب بمنازمة كارتلون كارتلون حرص على التواصل النهاردة مع احمد سيد زيزو بعد توجه اللاعب من انجولا الى المغرب تعرفين مبالح كان فيه كلام زيزو يرجع الكهارة الأول ولا يطلع على المغرب على طول الزمالك خد قراره ان زيزو يطلع على المغرب على طول بعد شفاءه من فيروس كلهم بعد ما كانت النتيجة الأخيرة سلبية والحمد لله زيزو قال لي كارترون انه جاهز مية في المية وبحالة جيدة وهيقضع لتدريبات خاصة حتى وصول بحثة الزمالك يوم الأربع اللي جاي إلى المغرب عشان يواجه الوداد زيزو عنصر أساسي لازم في مباراة الوداد لازم ان شاء الله يا رب يكون جاهز مية في المية ده زيزو نحاة تانية أشرف بن شرقي لازم يبقى ساسي في مباراة الوداد فيه لعبين كده يعني انت لازم تنزل بالقوة الضربة يعني اي بقى تأليف في التشكيل في طريقة اللعب مرفوض تماما في المباراة زيزو المباراة الوداد دي تشكيل الطبعية بتاعت الزمالك المفهومة العب بيها تكسب المباراة ان شاء الله ان شاء الله بسهولة